بسم الله الرحمن الرحيم قوله تعالى بالكسر هنا يسمى بالكسر أو عضح المنافقين قوله تعالى ويقول الذين أمنوا أقساموا بالله جهد أيمانهم حلفوا واجتهدوا في الحابطات أعمالهم بطلت وضاعت قوله تعالى أذلة على المؤمنين قوله جل وعلا أذلة على المؤمنين يعني عاطفين عليهم ورحماء بهم أعزة على الكافرين يعني أشداء عليهم غلظاء قوله تعالى لو متلائم قوله تعالى واسع كثير الفضل والجودة على المتواضعون لله عز وجل خاضعون لأمر قوله تعالى هزوة يعني سفرية ولعبة زول في الآية رقم 51 قوله الآية أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حتم والبطي عن عبادة ابن الصامتي رضي الله عنه قال لما حاربت بنو قينقع طبعا بنو قينقع طبعا الذين نزلت يعني فيهم آيات عديدة تشبث بأمرهم عبد الله بن أبي ابن سلول وهذا كان زعيم المنافقين كما نعلم وقام دونهم ومشى من حلفهم وكان أحد بني عوف من الخزرج وله من حلفهم مثل الذي لهم من عبد الله بن أبي فخالفهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ من حلف الكثار وولايتهم قال ففيه وفي عبد الله بن أبي نزلت الكثة في المائدة الآية والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض الآية 55 قوله تعالى إنما وليكم الله أخرجت تبراني في الأوسط بسند فيه مجهيل عن عمار بن ياسر رضي الله عنه وقال وقفاء أسأله يعني وهو راكع في صلاة تطوع فنزع خاتمه فأعطاه السائل فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلمه فنزلت إنما وليكم الله إنما وليكم الله الآية من الثاني هذا الأسر أخرجت الله عنهما قال وقف على علي بن أبي طالب سائل يعني جاءه سائل يسأله يعني يريد منه النفقة يريد منه الصدقة وهو راكع في صلاة التطوع من الذي كان راكع؟ سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه فماذا فعل علي بن أبي طالب وفي داخل الصلاة فنزع خاتمه فأعطاه السائل ده الخاتم بتاعه صدقة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلمه فنزلت إنما ولينا يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون وكل أن هذا سبب من أسباب النزول وإن كان في السند الحديث وقال السيوطي وله شواهد تقوي الآية 57 قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود الآية وابن حبان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رفاعة بن زيد ابن أتاء الإسلام ونافقا يعني أسلموا ظاهرا ولكن في داخلهم الكفرة وكان رجال من المسلمين يودوهما يعني بيودوهم أو بيودوهم فأنزل الله عز وجل هذه الآية إلى قوله جل وعلا بما كانوا يكتمون كتام الآية والآن مع تكرار الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء هنا وقف لازم يعني لا يجوز الواصل بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فطرى لهم يقولون يقولون نقشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم مادمين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فطرى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نقشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فطرى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نقشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى وأولياء بعضهم أولياء بعض بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه مين فطرى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نقشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أرسنوا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أغسنوا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أغسنوا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أزلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون ولا يخافون لوم تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّكُوا اللَّهَ وَاتَّكُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا وَلَعِبًا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّكُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ لَا يَعْقِلُونَ